هبتدي بالفتوش نقوله مكونات بقدونس فجل جزر طماطم بقدونس ناشف بصل أخضر خيار لمون لبس رمان خص سماء وعيش بلدي محمر أنا حشيل بس البذر ده من الخيار بنقسمها نصين وبعدين بالمعلقة كده بنراحها بنطلع البذر علشان بي يعني فيه ناس بيقوم معدتها ضعيفة ما بيستحملش ما تستحملش الخيار فعلشان كده بنشيل وبعدين كمان شكل الخيارة بعد ما تقطع بمشاكلها أحلى مشاكلها عامل زي الهلال كده مشاكلها ظريف قوي نوريها لحضراتكم الأمور أنا هحتاج إن أنا أحط الخضار كله في بولا فبما إني هحتاج بولا فعمل الدريسينج الأول وبعدين هبتدي حط عليه الخضار واحدة واحدة علشان يبقى كل الخضار يوصل له كل الدريسينج فهنعمل كده نقول مسلا ربع كوباية لا ده الليمون وقادي نص الكمية ليمون طب عندول عمرهم ما يخلطوا على بعض لكن هيبقوا مسكين في الخضار يعني نقول ربع معلقة فلفل أسود ومعلقة جاملة من الملح شوية من المقدون الناشف هناخد بقى بالمعلقة معلقة سماء صغيرة وفاضل عندي ايه تاني ممكن نزوده كده خلاص الدريسينج جاهز أحط عليه بس نقطة مية صغيرة قوي وهقول لحضراتكم ليه بحط لنقطة المية الصغيرة دي دي زادت شوية بس الزيت كفاء نقطة المية دي بقى قصتها ان هي بتخلي الدريسينج يبقى سلكي يعني حريري يعني لذج يعني عشان يمسك على الخضار كده الدريسينج جاهز كل اللي فاضل بقى عملية تقطيع وعملية ترتيب هنشوف احنا منحب ايه وما منحبش ايه نحطه في السلطة او في الفتوش يمكن اكتر حاجة بتبقى فيها تريك اللي هي العيش ده العيش ده بيبقى التريك بتاعته ايه بقى العيش بنحمره ما بيلحقش ياخد من عشرين لخمسة وعشرين ثانية على النار لو سبنا اكتر من كده بيطلع من على النار وهو لسه سخل بيفضل يستوي فلونه بيغمق فنخلي بالنا عشان نسهل الامور هنجيب مصفة حط فيها العيش وننزلها في الزيت ونعد الحد عشرة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستسعة اتنين تسعة عشرة ونشيله ونفرده على فوتو او قمش ده دبس الرمان فيه ناس كتير ما بتحبش دبس الرمان على السلطة عشان كاي بقول لحضراتكو دايما براحتنا يعني اللي احنا بنحبه ونستعمله اللي احنا مش عايزينه مش هنستعمله احنا هاخد بس القلب اللذيذ ده ولو حد عنده مدرسة او جامعة او شغلة او ايا كان لان دي منطقة سكنية ومنطقة سكنية من الصغيرة فالصوت اللي بيتلع ده بيبقى اللانشات الصغيرة اللي هي المعدية اللي بتعدي الناس كده حطينا البصل فاضل الطماطم الطماطم تشاري او طماطم الكرازية زي اسمها الصحف الشام هقسمها بس كده طبعا لو الطماطم اصغر من كده ممكن نسيبها سليمة بس مش كلها نحاول برضو نقسم شوية ليه علشان العصارة اللي جوة الطماطم دي بتنزل في الدرسنج او في التدبيلة بتاعت السلطة وبتخلي طعمها حلوة طعم مزازة كده